لو انت سندك فوق 45 أو 50 سنة وعندك ألم في الفقد سواء من الأمام أو من الخلف والألم ده بيظهر معاك مع الوقوف أو المشي وبيسمع كمان معاك في الصاق من الخلف وساعتها من الألم ما بتقدرش توقف أو تمشي ولازم تقعد تريح عشان الألم ده يروح في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض إيه سبب الألم ده وإزاي نقدر نعالجه بتمارين بسيطة جداً فيالله بينا السلام عليكم معكم دكتور أحمد هيكل برحب بيكم في فيديو جديد ألم الفقد من الأمام أو من الخلف وبيجيلك مع الوقوف أو المشي وبيرتاح مع القاعدة وخصوصاً بقى لو انت سنك كبير شوية فوق مثلاً 45 أو 50 سنة ده غالباً بيبقى سببه ومشكلة في أسفل الظهر ممكن يكون مثلاً فيه خشونة في فقرات الظهر أو مثلاً فيه دقيق في القناة العصبية يعني الفتحة اللي بيخرج منها العصب اللي خارج من الظهر وبيغز الرجل الفتحة اللي خارج منها العصب ده بتبقى ديقة نتيجة مثلاً خشونة في الفقرات الخشونة بتاع الفقرات دي بتخلي الفقرات تقرب من بعضها فالفتحة اللي بيخرج منها العصب بتديق أو مثلاً انت عندك ديق في القناة العصبية يعمل ضغط على العصب اللي بيغز الرجل فبيعمل برضو تسميع وألم في الفقد سواء من الأمام أو من الخلف على حسب العصب مضغوط في أنهي فقرة من الظهر بيسمع بقى ممكن يسمع في الفخد من الأمام أو ممكن يسمع في الفخد من الخلف وكمان ممكن ينزل كمان الوجع ده لحد الصاق والسمانة والحد صوابع القدم وخشونة الفقرات أو ديق القناة العصبية ده بيظهر غالبا في السن الكبير فوق سن الخمسين سنة لكن لو أنت سنك صغير ولسه شباب يعني مثلا تحت سن 40 أو 45 سنة وعندك برضه ألم في الفخد من الخلف سبب الألم بتاع الفخد ده لو أنت سنك صغير أو لسه شباب ده سببه انزلاق غضروفي والانزلاق الغضروفي ده ليه برضه برنامج علاجي مختلف عنه اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة فإحنا هنركز في فيديو النهاردة على ديق القناة العصبية أو خشونة الفقرات اللي بتبقى فوق سن 45 أو 50 سنة والألم بتاعها بيظهر معاك مع الوقوف أو الماشي فلو أنت لسه شباب وعندك انزلاق غضروفي البرنامج العلاجي هيختلف عن البرنامج العلاج اللي احنا هنتكلم عنه نهاردا وهسيب ليك في الوصف تحت لينك الفيديو متكلمين فيه عن الانزلاق الغضروفي اللي هو تحت سن 45 أو 40 سنة ده ليه بالكام لها ديراهم برنامج علاجي تاني مختلف عنه البرنامج العلاج EC hedهري ه dataset فاللي هنتكلم عنه النهاردة هو ألم الفخد بسبب يا إما خشونة في الفقرات يا إما ديق في القناة العصبية وده بيبقى في السن الكبير زي ما قلنا وده برنامج العلاج الطبيعي بتاعه بيبقى كالتالي هنعمل كمادات دافية على منطقة أسفل الظهر لمدة 10 دقائق وبعد الكمادات الدافية هنجيب أي نوع زيت مساج وحد يعمل لك مساج على عضلات أسفل الظهر لمدة مثلا 4 دقائق وبعد المساج ده هنبدأ نعمل تمارين لتليين العصب وهدف العلاج الطبيعي في الحالة دي سواء دي القناة العصبية أو خشونة الفقرات هدف العلاج الطبيعي إن احنا بدأعمل تمارين وأوضاع معينة المفروض التمارين دي بتوسع الفتحة اللي بيخرج منها العصب من الظهر فبالتالي الأعراض بتاعته هتقل اللي هي ألم في الفخد سواء من الأمام أو من الخلف هيبدأ يقل معك إن شاء الله فهنشوف دلوقتي برنامج العلاج الطبيعي للحالة دي وأول تمريب معانا هو إطالة لعضلة في الفخد هنا اسمها البيوفورمس العضلة دي هي المفروض بيعدي من وراها العصب فاحنا هنعمل ليها إطالة عشان تخف الضغط برضو من على العصب لو هي ضغط عليه فهنعمل الإطالة بالشكل ده هتحط رجل على رجل وتاخد بالإيد العكسية رجبتك للناحية العكسية بالشكل ده هتحس بشد في المنطقة دي كده كده أنت بتعمل التمرين صح هنثبت في الوضع ده كده حوالي 20 ثانية وتريح زيهم وتعمل كمان مرة بعد تمرين الإطالة ده هنعمل تليين للعصب من الفخد هتبدأ تمسك الفخد بالشكل ده وتبدأ تفرد وتتني في رقبك لكنك بتشوته الكرة كده هتحس بشد وانت بتعمل التمرين ده في خلف الفخد هتحول برضو تعمل التمرين وتفرد رجبتك بالقدر برضو اللي ما يكونش فيه وجع أو شد قوي في خلف الفخد هتعمل التمرين ده كده 10 عدات 3 مجموعات لو التمرين ده ما فيش في منه مشكلة وبتعمله سهل هنصعبه شوية وانت بتفرد رجبك على الآخر هتبدأ تاخد مشت الرجل عليك وتنزل هتعمل برضو التمرين ده حوالي 2 في 10 يعني 10 عدات وتريح شوية وتعمل كمان مجموعة ولو عندك ألم فيه الفخد من الأمام يبقى هتحط مخدتين تحت بطنك بالشكل ده وتنام على وشك وتبدأ برضو تلين العصب بتاع الفخد من قدام بالشكل ده وتاخد رجبتك عليك أو تاخد مشت الرجل عليك وتثبت حوالي 15 ثانية وتريح هتعمل كده مرتين أو 3 هنيجي بقى لآخر تمرين معانا التمرين دول الهدف منهم ان احنا بنقوي عضلات البطل وبنقوي عضلات المؤخرة بحيث انها تقلب الحوض لورا فما الحوض يتضبط شوية ونقوي العضلات دي الفتحة اللي خارج منها العصب في الظهر هتوسع فبالتالي الضغط على العصب يقل فأول تمرين منهم هتنام على ضهرك بالشكل ده وتاخد رجبتك الاثنين علي صدرك وتنزل وتطلع المهم انت بتعمل التمرين ده رجبتك ما تنزلش لتحته قوي لا يا ضوبك ايه تنزل تبقى عمودية على السرير كده وتاخدها عليك تاني بالشكل ده ما تعملش المدى الحركي في الرنج البعيد ده هيسمع في الظهر او هيقلم ظهرك اكتر لا خد رجبتك عليك على الاخر بالشكل ده وابدأ هات بس في الرنج الاخير خد رجبتك عليك او على صدرك في الرنج الاخير بس ده هتعمل التمرين ده كده حوالي 10 عدات وتنزل هتعمل كده 3 مجموعات التمرين ده لو حسيت فيه مثلا بألم بسيط في ظهرك كده مش مشكلة هات مثلا 8 عدات وريح وبعد كده اعمل المجموعة التانية المهم الألم بعد ما تخلص العشر عدات مثلا تبقى ايه اختفى كده تمام ما فيش منه اي مشكلة التمرين التاني بقى والاخير من نفس الوضع هنعمل زي تمرين الكبر كده او هنقلب الحض علينا يعني هتشفط بطنك شوية وتقوم ضامن المؤخرة او شديدهم كده هتلاقي الحض لوحده قلب عليك هتقوم بقى رفع الوسط بالرحش وزغرين خالص وتثبت مثلا 3 ثواني وتنزل وتقوم اعمل كمان مرة تشفط بطنك خفيف وتضم لعضلة المؤخرة وتقوم قلب الحض عليك شوية وطالع لفوق وتثبت برضه حوالي 3 ثواني وتنزل هتعمل كده حوالي 10 عدات مجموعتين وخلي بلك وانت بتعمل التمرين ده ممكن عضلة الفاخد تشد معاك فلو شدت معاك وانت بتعمل التمرين ده هنعمل التمرين التالين اللي احنا لسه عاملينه من شوية هتمسك الفاخد من وراه وتبدأ تفرد وتليم في العصب من وراه كده بالشكل ده لو رجلك شدت يعني لو ما شدتش وما فيش اي مشكلة اعمل التمرين عادي التمرين دي ان شاء الله تريح معاك الالم خالص لو انت عندك خشونة في الفقرات او عندك دي في القناة العصبية يعني سنك مثلا فوق سن 50 سنة لو عملت التمرين دي هتستريح ان شاء الله وحاجة مهمة جدا لو انت عندك دهون في البطن او عندك كرش لازم تنزل الكرش ده لان الكرش ده بيقوز ظهرك اكتر فتقوزت الظهر دي بتضيق الفتحة اللي خارج منها العصب فبالتالي لو انت نزلت الكرش ده الحملة على الظهر هيخف وبالتالي الالم هيبدأ يخف عنده والتمرين اللي هنسة عاملينها دي هتعملها مثلا في الاسبوع اربع مرات او خمس مرات مثلا ان شاء الله خلال فترة قريبة يبدأ الالم ده يختفي ولو حاسب بصعوبة في التمرين او اي مشكلة لازم تتابع مع دكتور علاق طبيعي وتعمل معاي التمرين دي هيفصل لك برنامج علاجي مخصص لك انت لوحدك ويبدأ يزبط معاك الشدة بتاعت التمرين لو حاستي ان التمرين دي هتتعبها وبكده يكون موضوع النهاردة خلص اتمنى يكون استفدتم ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان نصلك كل حاجة بننزلها اتمنى ليكم دوام الصحة والسلام عليكم